أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم إلى قيام يوم الدين السلام على أنيس النفوس شمس الشموس المدفون بأرض طوس مولانا الإمام الضامن الإمام الثامن الإمام غلي بن موسى الرضا عليه السلام الذي تصادف ولادته اليوم أمس في شهر ذو القعدة يوم 11 من هذا الشهر وحقيقة وهذا الشهر وكأنما مرتبط بالإمام الرضا عليه السلام في أول الشهر ولادت أخته السيدة المعصومة عليها السلام وفي آخر الشهر وفي آخر الشهر أو قريب من آخره وفات ولده الإمام الجواد أو استشهاد الإمام الجواد عليه السلام وفي يوم 11 من عنده ولادة الإمام الرضا عليه السلام عندما نقف أمام الإمامة ونستشف أطرها فيجب علينا أن نأخذ منها لحياتنا بمعنى أننا نستنطق حياة وسيرة الإمام سلوات الله وسلامه عليه لنأتم بها لنتأسى بها لنأخذ منها لحياتنا هكذا تكون ها وهكذا يكون الإئتمام وإلا أنه كثير من الناس لا يفقهون من قضية الإمامة إلا قضية مثلا الكرامة أو قضية التوسل أو قضية طلب الحواعج لكن الأهم من ذلك أنه كيف نكون لهؤلاء زينا كيف نكون لهؤلاء أتباع بمعنى الكلمة أي أن نكون شيعة كما يريدنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليه اليوم أي إنسان تجده يحترم شخصية معينة يحب شخصية معينة معجب شخصية معينة تراه يتسقط أخباره سيرته إعلامه حياته ماذا يحب ماذا يكره ماذا يريد نحن نقول ونعتقد بأننا نحب الإمام الرضا عليه السلام ونقتدي بالإمام الرضا عليه السلام ونعتقد بالإمام الرضا عليه السلام بأنه إمام وقائد وحج إلى الله سبحانه وتعالى بالتالي يجب علينا أن نفعل في أنفسنا معرفة الإمام عادة في دعاء الغيبة ماذا نقول نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدلنا أن يعرفنا على الحجة وحقيقة لما يسأل الإمام سلام الله عليه أنه بني الإسلام على ماذا قال بني الإسلام على خمسة ما هي يا ابن رسول الله قال الصلاة والزكاة والحج والصومة والولاية فقال له أحد أصحابه يا ابن رسول الله ما أعظم هذه الخمسة من هي المفردة التي أعظم من هذه الخمسة فقال الولاية لماذا يا ابن رسول الله قال لأنها الدليل عليه من أين تأخذ أعكامك من أين تأخذ صلاتك من أين تأخذ مناسك حجك من أين تأخذ معرفة الشهر رمضان وحرم الشهر رمضان وأحكام شهر رمضان حتى تكون أعمالك موافقة حتى تكون مناسكك مقبولة لأنها الدليل الإمامة الدليل على الصلاة والصوم والحج والزكاة إذن من الأعظم أنت تعرف الصلاة كيف تعرفها؟ يعني بالموروث الذي ممكن أن تكون مخطئا لكن لما يكون الدليل على هذه دليل صحيح صريح قوي يدلك على هذه فمعرفة الإمامة نطلب من الله فيها دعاء الغيبة اللهم عرفني نفسك نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللته عن ديني يعني عدم الضلال عدم التيه عدم الزيغ عدم الأهواء هو شنو؟ أن تعرف الإمام سلام الله عليه ولو بالحدود التي أن تكون لائق بهذه القضية وإلا المعرفة الكاملة لذلك أنت ترى أنه في روايات زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليش ماذا يقول؟ يقول من زار الحسين عارفاً بحقه المعرفة عارفاً بحقه طيب واحد يقول إحنا عدنا عدة روايات عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه يعني تقول مثلاً من زار الحسين له في كل خطوة عمره مثلاً أو حجة ثم تتضاعف ثم تتضاعف ثم تكون سبعين ثم تكون أكثر ذلك من ذلك بالمئات واحد يسأل واحد من العلماء يقول له لماذا هذا التفاوت؟ يعني ليش هذا؟ يقول له حسب المعرفة إذا عندك معرفة قوية بالإمام توصل إلى معرفة مثل أبو ذر توصل إلى معرفة سلمان توصل إلى معرفة عمار توصل إلى معرفة أصحاب الإمام الباقر الصادق الذي يقول عنهم الإمام هؤلاء مناء الله على حلاله وحرامه ما تكون؟ النتيجة طبعاً تتضاعف خطوتك لأنك لما خرجت بنفسك راية هكذا فعلينا أن نفعل الإمام بماذا؟ أن نتأسى به نتحرى ما يحبه وما يكرهه ما يريده منه وكلما كنا لائقين عاملين بالسلوك بالعمل بالاجتماع كان ذلك أقرب للإمام صلوات الله وسلامه عليه والأعمال الصالحة والقلب السليم والتسليم لآل محمد يقربك إلهم صلوات الله وسلامه عليهم وهمشياً يكون سلم لمن سالمكم حرب لمن حاربكم وليون لمن والاكم عدوون لمن عاداكم موان لكم في السر والعلن هكذا يكون لكن شوف حياة الإمام سلام الله عليه طبعاً من نافلة القول بعد هذه المقدمة الإمام الرضا عليه السلام ولد يوم 11 ذو القعدة سنة 148 للهجرة سنة استشهاد جده الإمام الصادق عليه السلام وتوفي في سنة 203 للهجرة مسموماً في تلك البقعة على يد المأمون العباسي كما في الروايات يعني عمره تقريباً 55 سنة أبوه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ولده الإمام الجواد عليه السلام أمه نجمة أخته السيدة المعصومة عاش هذه الحياة عاصرة بعض الخلفاء العباسيين إلى أن وصل الدور إلى المأمون نتكلم عن حياته بعد هذه المقدمة البسيطة عندما كان حتى تعرف أن إمتنا صلى الله وسلامه عليه كيف كانوا يعيشون كيف السلوك الذي كانوا يمارسونه وهم بين أواسط الناس حتى من باب المودة من باب المحبة من باب الولاء من باب الإختداء حتى نعرفهم ونتأسى ببعض سجاياهم وإذا للإمام سلام الله عليه شي يقول الإمام أمير المؤمنين يقول لا وأنكم لا تقدرون على ذلك ما تقدرون أن تبتصرون لهذه لكن شنو أعينونا بورا عين واجتهاد وعفة واسداد يقول إبراهيم بن العباس الصل يتحدث عن حياة الإمام طبعاً لما يتحدث شخصية من هذه الشخصيات فإنه عاشر الإمام سنوات وبالتالي لما يتكلم ما يتكلم عن يوم شفت مثلاً الإمام بذاك اليوم كذا عمل بس أو شوف لا لا يجول يقول ما رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام جفى أحداً قط بكلامه قط السلوك عادةً هو الذي قدمك للمجتمع إذا كان سلوكاً فضاً غليظاً فيه جفاء الناس تنفر من هذه الله سبحانه وتعالى يقول عن رسوله ولو كنت فضاً غليظ القلب شنو لنفضوا من حولك فبما رحمة شنو لنت إلا هم هذا اللي ذيت يقول هذا الرحمة اللي عندك لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبه عجيب القضية يعني اليوم لما تضطمان مثلاً مليون أكثر أربعة ممكن يضحك بوجهك لكن تنتزع بداخل قلبه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام شو وصل المفردة وصل مفردة الرحمة بيش موبقولة فقط لا بسلوك ما ألفت لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبه الإمام سلام الله عليه هذا سلش يقول ما رأيته جفى أحداً بكلامه قط ما جفى يعني شقد يمرون عليه ترى عرفك ترى كو جماعة يسمعون الإمام الكلام ممكن الكلام جارح ممكن يتجاوز عليه لكن نشوف الإمام شنو الخلق مالته خلق مالته لا عدني دائماً يوصحونا مدارات الناس نصف الدين مو فكان دائماً ليسي إلى شنو يقدم للإحسان يقدم للواجه الثاني للإنسانية هؤلاء أئمة إنسانية قبل أن يكونوا أئمة الدين وَلَتَّكَأَ بَيْنَ أنه واحدة من النساء تقل لما وجدت جالس شلون جلسة ويقول لي يستحب هذه الجلسة اللي عند جناب الدكتور وجناب الحج وجناب السيد أنه هذه جلسة الطعام وسموها جلسة العبد قالت لا تجلس لأنه نحن عدتهم هم وشنو القادة هذا اللي موجود يعني تعرف القادة شلون لما يقعد يقعد وكأنما باصلت جناحين على البشرية وشوفوا حتى الهيئة ما التي تختلف ونافش ريشة وعذي يعني سبحان الله أنا ربكم الأعلى لكن بصيغة مخففة فلما شافت قاعد بهالجلسة وقاعد يأكل وهو رسول وقاعد وعند المدينة بعصان قالت لا تجلس جلسة العبد قال لها ويلك ومن أعبد مني أنا أكثر بعد واحد عبد من رسول الله هو وصل بالعبودية إلى هذا قال شنو قاب قوسين أو أدنى بالعبودية لله سبحانه والتعالى وصل الله أن يكون حبيبا لله والطين منه من فاضل الطين من الطين من طين منه الإمام الرضا والإمام الجوات كلهم نور واحد فيقول ولتك بين يدي جليس له قط وَلَا رَأَيْتَهُ شَتَمَ أَحْدًا مِنْ مَوَالِيهِ وَمَمَالِيكَهُ قَطْ عندما مَمَالِيكَ وَمَمَالِيكَ وَمَمَالِيكَ يكون بعض الأحيان واحد يخطأ بعض شيء وأحقيقة نشوف السلوك إحنا عادة نحتاج في بيوتنا أيضا نزرع غير هذا السلوك كثير من البيوت تعاني من كلمة أو فلتان اللسان يعني عندما يسيح الابن بعض الأحيان بساعة حدة ما يقل لفلان حيوان كذا تعال يعني بتصور طيب أنت تزرع به مرة ومرتين وثلاثة وعشرة شوف أهل البيت صلوات الله سلامه عليهم عندما يولد المولود شنو أول شيء يسمونه اثنين يكنونه بنفس الوقت اسم وكنية محمد قاسم أبو القاسم مثلا أحمد مثلا حسن أبو علي أبو علي علي أبو الحسن فيك دائما يناديه بهالأسماء اللي تزرع بنفسه يعني هو هذا الإمام لكن عغل أولادهم شنو تزرع بنفسه كيان الاحتزاز كيان الرزانة كيان التوقير كيان الاحترام طيب إذا تناديني باسم شنو يا حيوان يا حيوان مو قتلك يا حيوان كذا هذا مو تربية هذه التربية مو معنى تقل تدير بالك تغلط على أحد جيد لكن أكثر من هذا أنه سلوكك رح يطبه هذا الكلام الله وكيلك أغلب الكلام أقرأ لك شي يروح من عندك لكن شوف فالتفاصيل حادثة قدامك تصير وياك تبقى بذهنك هذه القضية ليش؟ يعني عايشتها وصارت بها فد موقف فلذلك الظل سنوات شي سوي تذكر هذه القضية أو تلك يقول ولا شتم أحدا من مواليه ومماليكه قط يعني من مصائب الدهر يقول مر دور بالشام هذا الدور بالشام يقول دخلت واحد من الجماعة بعد أهد معاوية بعد يعني بعد نبنه مروان بعد يزيد يقول يقول فشفت الأسماء الموجودة عبد الملك مروان زياد معاوية يزيد أسماء لا حسن لا حسين لا علي لا جعفار يقول ماكو يقول فصارت حاجة عند واحد عنده محل دكان يقول رحت للدكان يقول فقلت لها أريد الحاجة الفلانية قال يا حسن أجهير هذا مسمي حسن معناته هذا شوية ها حسن من ذلك الجماعة قلت أنت مسمي اسم ابنك حسن قال أجهير 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 لماذا سميت أجهير لماذا سميت حسن قال لا عندي حسين وعندي علي وعندي جعفر قال لماذا سميت هل اسماء قال ذول الجماعة كوبهم ما من التبهين قال شلون قال لذول يسمون أولاتهم على أسماء الخلفاء عبد الملك ومروان ويزيد ومعاوي أو الوليد وهذه ومرات السير حدعدهم ويغلطون عليهم فالصير الشتيمة على الخليفة ما يصير فلما سمي حسن سمي حسن حتى الشتمت شتمت طلع هذا أضرب من عند الجماعة ذلك شوفوا المصيبة يعني لو رضالين على ذلك بيخالف فالإمام سلام الله عليه يعني شاهد الحال يقول ولا رأيته شتم أحدا من مواليه ومماليكه قط ولا رأيته يقهقه في ضحكة قط بل كان ضحكه التبسم وكان إذا خل ونصبت مائدته جلس معه على مائدته مماليكه حتى البواب والسائس تشايف مرات واحد لا تلقى سلطان ولا تلقى باستاجر يقول لا ده على شسمه على عبده يقول فحات شاس تحدكلموا معه بعد ما راح العبد قالها مطوني ماي يقول أنتو ماي ترى مرأة البشرية بأدوار كل شي تعبعنا كل شي سي أو خاصة يعني بعدنا يعني في عالمنا يقول فاتمض قالوا ليش كلام ولا تكلمته هذا العبد مع العبد مع العبد تكلمت فأطهر لساني شايف القضية وين الإمام الرضا وكان فيها شنعود ولا يتعهد بالمنصب الظاهري هو سلطان سلطان الدنيا لكن هاي بالمناصب الظاهرية اللي ترضى بيها الإمام كان ولي عهد عند المأمون يقول فإذا نصبت المائدة أجلس عليها مماليك حتى البواب والسائش يقول فواحد قتله يا ابن رسول الله لو عزلت لهؤلاء مائدة لوحتهم قال ما إن الأب واحد كلكم من آدم وآدم من تراب عادة أكثر المصائب تأتي من هذه القضية تفاوت طبقي تفاوت عرقي تفاوت فتشي شنو هذا شيريد يدعوها فإنها نتنه الرسول عليها أفضل والصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول يقول إن كرمكم عند الله موازين الله تختلف عن موازين البشر موازين البشر إذا عندك مليون اليوم يأخذون لك تحية تعرف الإمام الرضا يدخل عليه وزير المامون رئيس وزراء المامون الحسن بن سهل أو الفضل بن سهل المامون العباسي قال لك كذا وكذا كاتب لقطعة لكن بشرط شنو الشرط قال لها تذهب إلى الرضا ويجيزك بعض الشخصيات يحتاج إنه توقفهم هم عدهم شنو طغيان عدهم تجاوز عدهم عدم تقوى الإمام الرضا عليه السلام عادة أكو بعض الشخصيات لما يشوفهم مؤهل ما يتفتهم لكن مو معناته إنه مش اسمة يعني يسيئلهم أو شي دخل هذا الرجل على الإمام الرضا استئذن عليه والإمام كان جالس ما التفت للإمام إلى أن نشوف هذا البعض حتى يحصل بحجمه بعد ذلك قال التفت للإمام سلام الله عليه قال ما تريد يا فضل لا قال لرئيس وزراء ويا جنابل ما أدري شنو إحنا يراد شنو بس يصير مدير بس يصير شنو سعادتك وجنابك وما أدري شنو هذا لكن غير لا قال شتريد يا فضل قال يا ابن رسول الله كتاب كتبه المأمون العباسي المأمون الخليفة ويراد أنضاءك عليه يعني إذا رضيت أخذ هذه القضية جيزني أخذها انتفت للإمام قال إن اتقيت الله فأنت مجاز يعني شنو يعني أنت أصلا مؤهل لتقو ما أجازة الإمام صلوات الله وسلامه بعض الشخصيات لا لا لكن بعض ما أن الشغل هذا خادم أو شنو أو هذه إذا إنسان محترم وهذه أحلا وسهلا فلذلك يقول يجلس على مائدته وكان عليه السلام قليل النوم بالليل كثير السهر يعني أكثر رياليه من أولها إلى الصبح وكان كثير الصيام فلا يفوته صيام ثلاثة أيام في الشهر ويقول ذلك صوم الدهر وكان عليه السلام كثير المعروف والصدق في السر وأكثر ذلك وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا تصدقوه هذا هذا من يقول يقول إبراهيم ابن العباد طبعا حياة الإمام حافلة وأنا ما رد أطيل عليكم إن شاء الله تعالى حافلة كثيرا وفيها عبر وأكثر الأثر الذي جاءنا في كثير من العلوم والأحكام والآذف إنما من أئمة أربعة أولهم أمير المؤمنين سلام الله عليه والثاني الإمام الباقر والثالث الإمام الصادق عليه السلام والرابع الإمام الرضا عليه السلام طبعا هي علومهم واحدة لكن هؤلاء الأئمة الأربعة أتيحت لهم فرصة أن يبثوا العلوم وغيرهم كانوا في حصار مثلا أو كانوا في ضائقة أو كانوا تحت رقاب مراقبة الصلاطين فلذلك إنه أغلب الأحكام أغلب العلوم التي وصلتنا هي عن هؤلاء الأئمة الأربعة نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعطفه وإحسانه أن يجعلنا لائقين بالآئمة صلوات الله وسلامه عليهم وأن يمن علينا بأن نقتدي بهم وأن نكون لهم زينا ولا نكون عليهم شينا نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ونتوجه إليه بمولانا صاحب العصر والزمان أن يكشف هذا الوباء عن جميع البشر أن يكشف هذا البلاء عن جميع الناس أن يمن على الناس بالشفاء والعافية ومعرفة الحرمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله صلي على محمد وآله الطيبين وآله الطيبين